حجب المعلومة ما يزال يشكل هاجساً يؤرغ الصحفيين الأردنيين رغم تأكدات الحكومية على دعم قانون حق الحصول على المعلومة حمزي شوابك يلقي الضوء على هذا القانون في التقرير التالي لم يكن مصعب يعلم أن مهنته كصحفي ستجعله يرتاد المحاكم أكثر ممن يمتهنون المحاماة فحين يشرع لإنتاج مادة إعلامية تزيد به الحاجة لبعض المعلومات المهمة في بناء تلك المادة لكن معظم الجهات تغلغ أمامه الأبواب بحجب تلك المعلومات مما يضطره إلى اللجوء للقضاء تقدمنا بدعوة ضد وزير الداخلية ودعوة أخرى أيضاً ضد وزير العدل ولم نحصل على هذه المعلومات هذه التجربة كاملة للأسف تدلل على أن واقع الحصول على المعلومة بالأردن واقع سيء قانون حق الحصول على المعلومة أديع لأول مرة في الأردن عام 2007 لتكون بذلك أول دولة عربية تقره لكن حتى هذه اللحظة لازال هذا القانون يراوح مكانه وتتغير تردداته ولم يذع على الهواء حتى هذه اللحظة فوفقاً لباحثين لازال القانون يشكل هاجساً لدى البعض بيد أنه ليس حكراً على الصحفيين بل هو حق للمجتمع أفراداً ومؤسسات القانون نفسه بحاجة إلى إصلاحات جوهرية ونحن تقدمنا لمجلس النواب بمشروع تعديل جوهري لقانون حق الحصول على المعلومات حدث ذلك منذ المجلس السادس عشر ثانياً تطبيق هذا القانون في المؤسسات لا يتم بطريقة سليمة وسلسة مسلسل تدفق المعلومة أبطالهم تازوا بتقديم المقترحة والمشاريع للقانون ذاته فالنواب ومؤسسات المجتمع المدني طبعوا حبر التعديلات على القانون لكن حتى هذه اللحظة لم يجف الحبر بعد فلا زالت المعلومات تطبع بالحبر السري بانتظار من يطلبها فنسبة الصحفيين الذين استخدموا هذا القانون لا تجاوز 2% أما الأفراد الآخرين فمعظمهم لا يعرفونه في كثير مؤسسات مشمولة بالقانون القانون حق الحصول على المعلومات لا تعرف أنها مشمولة يعني فوجئت بعض الأحزاب والنقابات ممن يعمل بالمال العام أننا تقدمنا إليهم بطلب الحصول على بعض المعلومات في هذا المجال وممجب القانون الحكومة تقول إن تعديل حق الحصول على المعلومة على رأس أولوياتها وأنها تجري مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تطوير قطاع الإعلام خلال الأعوام الأخيرة مؤكدة في ذات السياق على أنها تدعو مؤسساتها إلى تدريب وظفيها وتدقيفهم في هذا الشأن كثير من مؤسسات الدولة نحن بحاجة أن ندربهم وبجوز حتى يتفاعلوا مع الموضوع بطريقة مختلفة وبطريقة أسرع وبطريقة تستجيب لأحكام القانون أهمية المعلومة تكمن في أن للناس حقا بمعرفتها إلا أن البعد عن هذا الأمر ما زال شاسعا في الأردن ما بين القول والفعل ولا بد من تقارب العمل بين جميع الجهات لرأبي هذه الفجوة حمز الشوابكي رؤيا ترجمة نانسي قنقر